هنا ان معدل الاسرابات لا يزيد على رقم 10% ازاي من خلال هذه المبادرات التي تتبناها وزارة الصحة والسكان زي ما ذكر مع الوزير الدكتور خالدة بلافار مع الشركاء المعنيين ساعدتنا ازاي دكتور حسام المبادرات دي كلها ساعدتنا فيه اولا كشف الامراض الوقاية ايوة ثم الكشف المبكر من خلال المسوحات اللي بتعملها الدولة والمبادرات الرئاسية المرتبطة نحن نحن بتتكلم على المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سلطان الكبد المبادرة الرئاسية للكشف على اعتلال الكلوي كل المبادرات الرئاسية المرتبطة بالكشف المبكر لانه الحقيقة واحدة يمكن من ضمن الامور اللي متفق عليها طبييا وعلميا ان الاورام على سبيل الخصوص من الامراض اللي بيسموها time sensitive يعني حساسة لعامل الوقت الاكتشاف المبكر يسوي معدلات شفاء عليها ويمكن سلطان الثادي او اورام الثادي الاكتشاف المبكر بيودينا الى 100% شفاء وكذلك الاكتشاف المبكر لاورام الكبد بتودينا الى نسب مرتفعة جدا من الشفاء المبادرة دي خلتنا النهاردة بدل ما كنا بنكتشف الاورام الكبد في المرحلة الرابعة بنسبة 60 و 70% بقينا الحمد لله النهاردة بنكتشف في المرحلة الاولى اللي يمكن فيها تدارك والعلاج مش بس بقى يبقى مش وقاية بس من خلال التطعيمات واتخاذ الاجراءات الوقائية ولكن كمان كشف مبكر وتوفير العلاج يسموه صبيح مهم انا اكتشفت مهم مش كفاية ان انا اكتشف نعم لما كشف عالج وكل هذا تتحمل انا بحبش كلام مجاني لانه مفيش حاجة في الدنيا مجانية يعني حتى دخول الجنة ليس مجانيا لازم تلتزم بالتزامات وتمتنع عن اشياء لكن هناك تكلفة تتحملها الدولة فالدولة تتحمل التكلفة عن المواطنين في كل المبادرات الرئاسية تقوم الدولة بتقدمها للمواطن بدون اتحمل المواطن التكلفة لكن تتحمل التكلفة الدولة فالنهاردة الدولة توفر العلاج لسرطان الكام من خلال تحمل كام في المبادرات دي لا المبادرات هنقسمها بس المبادرات دي من ساعة ما بدأت لا رقم زاد عن 35 مليار انت النهاردة بتتكلم بس في قوائم الانتظار اخر تصريح انها كان رقم يقرب من 18 مليار لقوام الانتظار لوحدها انت بتتكلم في 14 مبادرة 14 مبادرة بداية زي ما قلنا كده انه من اول يوم مبادرة صحة الام لا من قبل صحة الام والجني مبادرة السيد الرئيس للكشف على المقبلين على الزواج من اول ما هيك فكرت انك تعمل اسرة كانت معك المبادرة الرئيسية للكشف على المقبلين على الزواج بقى في حمل صحة الام والجنين بقى في ولادة الكشف عن السمع الامراض الوراثية في الاطفال وضعف السمع مبادرة السيد الرئيس الكشف عن ضعف السمع دخلت المدرسة بقى فيه أنيميا وتقزم وسمنة بكشف عليهم بديكشف عليهم من خلال المبادرة الرئاسية الكشف على أطفال المدارس نعم كملت شوية وكبرت بقى عندنا برضو فيروس سي في أطفال المدارس بقى 18 سنة المرأة من سن 18 سنة بديبدا تتكلم على مبادرة صحة المرأة طيب والاعتلال الكولوي مبادرة 100 مليون صحة اللي فيها السكر والعمراض الغير المعدية سكر وضغط وسمنة وفايروس سي ما زالت موجودة لا قدر الله حتى تتعمل عملية مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار وصلنا كم قابل الانتظار لحد النهاردة؟ وعدينا الرقم الاثنين مليون طيب مش بسي